اكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة قوة ومتانة العلاقات التي تربط مملكة البحرين وامبراطورية اليابان الصديقة ونوهت سعادتها بالزيارات المتبادلة بين البلدين والتي بشأنها أن تسهم في دعم أهداف المملكة للتنمية المستدامة وترويج لها كمركز مالي واستثماري وتجاري رئيسي في المنطقة لجذب الاستثمارات والشركات اليابانية جاء ذلك خلال اجتماع سعادة وزيرة التنمية المستدامة في اليابان بالسيد تارو كونو وزير الشؤون الرقمية الياباني حيث ناقشت طرفان الاستخدام الفعال للتكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولفتت الخليف إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال وتبني تكنولوجيات الحديثة وتسخيرها في دعم كافة القطاعات الخدمية للنهوض بها بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين كما التقت سعادتها بالسيدة يوريكو كويكي حاكمة العاصمة اليابانية توكيو واطلعت على عرض شامل لخطط مدينة توكيو لتحقيق الاستدامة وبالأخص فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة ودمجي أهداف التنمية المستدامة في الخطط المستقبلية وإطلاق مؤتمر المدن الذكية المستدامة ترجمة نانسي قنقر